اشتركوا في القناة احثان بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة منوها بنتائج زيارة صاحب الجلالة ملك الأردن إلى مملكة البحرين على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المتبادل والعمل المشترك بما يخدم تطلعات البلدين ويعودوا بالخير على الشعبين الشقيقين بعد ذلك تابع المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات مع الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية التي شهدتها المملكة مكلفا الجهة المعنية بحصر هذه الأضرار والتعامل معها مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ووزارة شؤون البلدية والزراعة ووزارة الأشغال في التعامل مع الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية وموجات الأمطار التي تشهدها المملكة ثم أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لروسيا الاتحادية الصريقة رئيسا وحكومة وشعبا في ضحايا الهجوم على مركز تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وتمنيته للمصابين بالشفاء العاجل بعد ذلك قرر المجلس ما يلي الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بالتصديق على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بصيغته المعدلة حتى تعديلات كيغالي 2016 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين وزارة الشؤون القانونية ووزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة حول عدد من القرارات التي تدعم جهود مملكة البحرين في حماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون السمكية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم حول آخر مستجدات جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2023 بعدها أخذ المجلس علما بنتائج المشاركة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الابتكار الرقمي وتحالف ريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية